تمت الموافقة ثلاث كليات سيتم افتتاحها في الشمال السوري تتبع لجامعة غاز عن تاب التركية هذا هو نص القرار الذي وقع عليه الرئيس التركي رجبطي بردغان وقد جاء فيه يقرر إنشاء كليات للعلوم الاقتصادية والإدارية في مدينة الباب وكليات للعلوم الإسلامية في مدينة أعزاز وكليات للتربية في مدينة عفرين وكل ذلك تحت إشراف جامعة غاز عن تاب قرار افتتاح الكليات في الشمال السوري كان قد تحدث عنه رئيس جامعة غاز عن تاب الدكتور علي قور لقناة حلب اليوم ودع الطلاب إلى انتظار الموافقة التي آتت أكلها اليوم رفعنا تقييماتنا إلى الوزارة عن الباب وعزاز ومارع وستفتتح في هذه المناطق معاهد تعليم عالي وفي حال وافقت الوزارة على خطتنا في هذه المناطق ومستقبلا سنقيم وضع عفرين من أجل فتح معهد تعليم عالي فيها وفي تفاصيل القرار أكد البروفيسور شيخ موز ديمير نائب رئيس جامعة غاز عن تاب وعميد كلية الإلهيات في الجامعة في منشور على صفحته في فيسبوك أن أبنية الكليات جاهزة وأعضاء هيئة التدريس جاهزون كما أنه تم تجهيز مساكن خاصة للطلاب دعم تركيا لم يقتصر على الطلاب السوريين داخل بلادهم بل امتدى ليستقبل الطلاب السوريين راغبين بإكمال دراستهم في تركيا بالإضافة إلى تقديم منح جامعية للطلاب المتوزعين في الجامعات التركية حاليا